بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد الذي له كل المجد الأبد آمين الرب يسعى المسيح للمجد بصفته الإنسان الجديد وبصفته نائب البشرية بعدما حل الروح القدس عليه ليمسحه للخدمة ولكي يحل على جسدنا الإنسان فيه أي أن جسدنا الإنسان أخذ فيه نعمة قبول الروح القدس بعدما خرج من يعني بعد مرحلة المعمودية يقول لنا الإنجيل اقتيد بالروح إلى البرية لكي يجرب من إبليس يعني إذا نمرت واحد أن يواجه التجربة كانت مشيئة الآب السماوي وأن الروح القدس اقتاده ليواجه التجربة التجربة هي مواجهة مع إبليس ولما أقول بقى مواجهة مع إبليس يعني مواجهة مع الشرير حاول تتصور يعني إيه الشرير قد دخلت فيه مواجه معه كل ما هو قبيح كل ما هو رديء كل ما هو قاسي كل ما هو قتل الشرير أعمال الشرير فإذا التجربة آآ ليست نزهة ولكنها مواجهة مع الشرير وهي أيضا مواجهة حتمية لماذا؟ لأنه الرسول بولوس بيقول لنا ألستم تعلمون أننا سنادين ملائكة سنادين ملائكة يعني إيه طبعا البعض يعني ناشئة في ظل المسيحية الوردية اللي هو تعلم أنه ابن الملك وأنه ابن الملك هو عنده سلطان على إبليس وأنه هو ما يعيش أبدا وما يخسرش أبدا ولازم ربنا يكون معاه مش أنا ابن ربنا خلاص والآخر هذا الكلام ولم يتربى على الإنجيل اللي إحنا بنتكلم عنه أنه التجربة هي عمل إبليس قولا واحدا وأنا لابد أن أدخل في المواجهة مع عمل إبليس لابد يبقى أول حاجة تخلي بالك منها كلمة لابد ولا مفر ولاحظ أنه لا يدعنا أن الأب السماوي لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون فإذن الذي يعد لخدمة آآ انترناشنال يعني لازم يهيئ نفسه لأنه حيشوف تجارب يعني صعبة جدا أما الشخص البسيط وربة البيت العادية الأم البسيطة فلن تواجه التجارب اللي بيحيواجهها الذي يعد لخدمة على هذا النطاق فإذن يعني كل ما تجد أن التجربة آآ قوية وشديدة وطويلة الأيام والسنين يبقى تعرف أن هذا إكرام من الرب لأنه بعد ما تنتصر هيكون ده الشات التخرج ليك علشان المهمة العظيمة اللي بتنتصرك فيعني لما لما كنت تحت التجربة طبعا مش هقولك بقى شكلها إيه كانت ولكن كنت أقن وأقول كفاية بقى رب أنا تعبت أنا مش قادر وأنا خلاص ولكن لما اكتمل وقت التجربة اكتشفت أنه أنا كنت غلطان لأن أنا اتنقلت بقى لمرحلة أخرى اللي هي ما بعد التجربة فاكتشفت أن كل ما ما حدث في التجربة كان لتأهيلي ولكن هذه هي عادة الإنسان فاحنا هنتعلم هنتعلم من خبرة بعضنا أو نقول أنه التجربة حتمية وهي لا يدعكم تجربون فوق ما تحتملون بل يعطي على التجربة المنفذ والتجربة ليها هدف وليها سبب يعني نقدر نقول بطريقة محددة في حكتين اتعلمناهم من كلمة الله في العهد الجديد حكتين أساسيتين طبعا تجربة لها فائد أخرى غير الحكتين ولكن الحكتين أساسيتين هم واحد تمحيص إيمانك يعني إيه تمحيص إيمانك يعني إيمانك يخش النار طب يخش النار ليه الرسول بطرس جاو وقال لك يخش النار عشان يتنقع ودا تشبيه جاي من عالم الصاغة الناس اللي شافت الصاغة بيعملوا إيه في حينما يلمعوا الدهب وينقوا الدهب من الشوائب إن هو بيضع القطعة الزهب اللي حينقيها في يعني يعني هو فخاري عشان يستحمل النار و يبتدي يعمل ينفخ النار على الدهب شوف الكلام إيه بقى ينفخ النار دي ما هو لو حطوا على النار مباشرة الدهب يسيح ويضيع فهو ما يحطوش على النار شوف التشبيه ما هو يقول إن إيمانكم وهو أثما من الزهب الفاني يمتحن بالنار فالزهب يمتحن بالنار بيجيب الأنبوبة كده ويولع نار زي نار موقد السيبرتو ويبتدي ينفخ النار على الدهب شوف بقى الرئة والحكمة وأعطاء النار بالقدر اللي يلمع وينق الشوائب لكن الذهب ما يسحش ويضيع فأنا إيمانكم وأثما من الذهب الفاني يمتحن بالنار ليه عشان يتمحص هو ده يتمحص هو القلتولك دلوقتي الحركة اللي بيعملها الصائغ في الدهب هو ده كلمة يتمحص يتنقى طبعا الكلام ده ما بيعجبش الناس اللي ما جربتش بركة التجربة يقولك كان يا سيدي يعني شوف طريقة تانية ينقيني بيها يعني معقول فيه أب ينق ابنه بالحديد والنار آه يا سيدي آه يا سيدي فيه أب حكيم و مهارة يدي بيقدر ينقي ابنه الحديد والنار وبكل الأدوات اللي هو عارف إيه اللي ينسبك وإنت ما تجيش غير بهذه المواجهة لأنه إحنا في في بداية خدمتنا في شبابي النعمة بقى مشجعاني و مش مستعد أسمع من حد يعني أنت هتقول لي إيه أنا النعمة شغالة مع فالشباب بيبقى آه عينيه عينيه مش شايفة الضعفات والآب السماوي مش بياخد تصريح من مننا ولا آه هو بيتفع معانا بس بيتفع معانا على أنه آه ندخل معه في عهد الإماتة وبالتالي عهد القيامة مضيت على العقدة خلص سيبني بقى أنا هتصرف فأولا التجربة هتمحصك وتمحص إيمانك وتنقي إيمانك هو إيمانك ده ساعة العطايا والهبات ولا إيمانك ده آه ثابت و ونقي وامين و ويقاوم حاجة تانية هي أنه لازم من التجربة عشان التجربة زي ما قلت دلوقتي لأننا سندين ملائكة يعني إيه بأننا سندين ملائكة عندين الشرير طبعا مش هندين ملائكة المسبحين لا إحنا هندين الشرير اللي بيحاربنا ولي بيحاول اللي راحتنا وفرحنا هندينه يعني يعني هو بيحاربنا وإحنا بنثبت في الحق وفي الأمانة فهذا سيدينه ومن هنا ننال السلطان الذين يعلمون عن أنت مؤمن وعندك سلطان أيوة أنت مؤمن وعندك سلطان بس السلطان اللي عندك هو أن تدافع عن نفسك أنك تقاوم إبليس توجه دفاعا عن نفسك لكن السلطان بقى اللي تخرج الشياطين من الآخرين وتشفي الآخرين ومواهب الروح القدس وهكذا لا أنت بقى رايح لمرحلة أخرى مثل هذا النوع من السلطان بقى مش هايجي إلا بدينونة إبليس ده عدل ومش هايجي ودينونة إبليس مش هتحقق إلا بنخلال التجربة فإذن الذي يهرب من التجربة الكلمة دي القديس أنطنيوس الكبير الذي يهرب من التجربة يهرب من الله شوف درجة ايه بقى اختبار الرجل الذي يهرب من التجربة يهرب من الله يعني أرجو أن نودع المسيحية الطفولية اللي تردد عبارات سازجة وربنا ليه ما حش عني وربنا ليه ما استجبش صلاتي وما شافنيش ليه وساب الحد ستحسن يعني أرجوكو هذا كلام تجديف ولا يليق بالقديسين وأرجو أن تشفو من أمثال هذه العبارات أو أمثال هذه المشاعر يمكن تقدبا ما تقولاش ما تخرجاش من بؤك ولكن قلبك وعقلك ومشاعرك بتقول هذه العبارات فإذا بيقول له إيه 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 قال له إبني إذا أقبلت على خدمة الرب فقعدت نفسك للتجربة أيوة طبعا أنا عارف أنا عارف ما أنا لسه قيل كنت بقول إيه في وقت التجربة أنا عارف طبعا بس أنا بنقلك خبرتي وحق الإنجيل بآن واحد إنه لابد من مواجهة التجربة والطمن أنه لن يدعكم تجربون فوق ما تحتملون بل سيعطي مع التجربة المنفذ وهتأخذ ثمار التجربة اللي هي سلطان المسيح على إبليس اللي هتقدر تحارب به يعني أفتكر إن أنا قلت باختصار ما يحيط بالتجربة في بقى جانب الإيجابي جانب إيجابي هو إيه إسهروا وصلوا لكي لا تدخلوا في تجربة تدخلوا هنا يا جماعة زي لا تدخلنا في تجربة ليس معناها أن لا تواجهوا التجربة ولكن معناها أن لا تسقطوا في التجربة ففيه فرق بين إن إحنا نواجه ما إحنا بنسمي المواجهة دي أن ندخل في التجربة آه بس التعبيرات هذه معناها أن تسقطوا في التجربة فإذن إسهروا وصلوا لكي لا تسقطوا في التجربة فالتجربة جاية جاية وعشان كده ابتدي بالاستعداد لأنه لا مفر من مواجهة التجربة ولا مفر من أن يكون لك دورك الخاص يعني ما تعتمدش على أن الأب أبوك الروحي أو القدسين اللي في كناستك هم اللي بيصلوا لا ده دور وده دور فيه دور يخصك ويخص إرادتك فإذن لابد أن تدخل في التجربة بمعنى أن تواجه التجربة ولابد أن لا تدخل في التجربة بمعنى أن لا تسقط تحت التجربة فإسهروا وصلوا لكي لا تدخلوا في تجربة السلاح الثاني الخطير بقى أرجوكو الناس اللي ترك الصلاة بتاعها صلاتها ومخدع الصلاة تنتبه إلى أن ده سلاح اللي حينفعك في مواجهة التجربة السلاح التاني بقى هم غلبوه بدم الحمل وبكلمة شهاداتهم الإنجيل يا جماعة اللي بيستهين بقرية الإنجيل ما أنا قاريته قبل كده الفكرة مش إنك بتطلع على المنشور لا الفكرة إنك بتعيش جوه الحق وجوه الوصية فأنت قاريته قبل كده مش معناه إنك أنت استوعبت الحق وبقيت عايش فيه ومش معناه إنك استوعبت الوصية وبقيت عايش فيه لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعا فإذا الإنجيل بطريقة منتظمة عشان تستوعب الحق وتعيش فيه بقى تعيش فيه يعني إيه يعني تسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وتعيش في طاعة الوصية الحاجة التالتة بقى هي الثبوت في الحق يعني لا تتكلم إلا من روح الحق ولا تسمع إلا ما هو من روح الحق على طبعه الناس بتقول لا تسمح ليه ما هو من غير روح الحق أن يدخل إلى داخلك إحنا قلنا هم غلبوا بإيه لم يحبوا حياته واحدة بقى من أخطر أدوات إبليس هي أنك تبقى خايف خايف من موت خايف من المرض خايف من الفقر خايف من تفقد شغلك خايف ما تلاقيش تأكل خايف ما تخافش لأنه أنت اخترت بحسب حق الإنجيل أن تموت مع المسيح لأنكم قد موتتم طب وبعدين وحياتكم مستترة مع المسيح في الله متى أصدر المسيح الذي هو حياتنا تظهرون أنتم أيضا معه في المجل فلما تسيب نفسك تحت الشكوك أصلا خاطش أصلا ربنا سبني أصلا أغلط أصلا مش عارف أعمل إيه أصلا أنا خايف أصلا بكرة الفلوس هتخلص أصلا أنت لم يحبوا حياتهم حتى الموت أنت أنت استودعت نفسك كما لخالق أمين في عمل الخير يا العبارة دي بقى لما هتنام في حضنها كده وتسترخي هترتاح من كل الزن بتاع إبليس لأن أنت إبليس بيبقى مع أصرك في وقت التجربة وعمل يشككك ويخوفك ويرعبك ويبعتلك ناس هو بيحركهم يقولولك كلام غلط وكذب واشعات ومعرفش إيه و وصدر قانون بيقول أنهم هيزيلوا البيت بتاعك مثلا أشياء بهذا الشكل فإذا التجربة لا مفر منها التجربة هي من إبليس نعم لكنها محسوبة بعيار دقيق بين يدي الآب السماوي يعني هو قافل إيديك نعم ومحوطك في النص بجد بحقيقي باختبار هي محسوبة في إيدين الآب السماوي وفي معونة بتجيلك في الوقت اللي أنت فيه بتبقى مش قادر بتيجي طبعا إذا كانت المعونة دي بتبقى مؤقتة لأنه أنت صليبك طويل شوية بس خلوني أختم بقى بالقصة الرمزية الجميلة دي بالقصة بتقول أن المؤمن اللي بيحب المسيح كان ماشي في الغابة وشايل صليبه على كتفه ومبسوط وفرحان وعمال بيرنم ويغني لحبيبه وزي الفل فبقى ماشي في الغابة بعد فترة بقى ما كان مبسوط ابتدى يتمال مبدأ أهلو يا رب الصليب تقيل وطويل وعمل أجر فيه وتعبت ونهجت في الحر بتاع النهار فالرب قال له يعني إذا كنت حاسي أنه طويل وتقيل قصه فانبسط قوي قال له قص الصليب فجي قص الصليب الطويل ده واستبقى حتى صغيرة كده وبقى شايل الصليب الصغير ده وبقى مبسوط بقى خلاص ارتاح من الصليب التقيل الطويل ده فلما جيه بقى لحفة الغدير اللي أنا بقول عليه وقدامه بقى المدينة فراح جاري بقى فرحان هيخطي ويروح المدينة فنسي أنه قص الصليب وراح جاب الصليب من على كتفوق وحطه عشان يعدي عليه بس لقى اتقص لو كان سابه بالطول بتاعه كان كفة أنه ينقله من شاطئ إلى شاطئ لكن هو أصل الصليب فما معرفش يخط عليه إلى المدينة اللي كان بيحلم بيها شد حالكم وامسكوا بالأمانة ومن يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشي الرب يدينا نعمة ويشجعنا ويسبتنا ويقوينا ويشددنا حتى نغلب ونعبر إلى الراحة ما هو في حاجة اسمها توجد راحة لشعب الله بس الراحة مش معناها أنك هتقعد على القريكة والشجرة تنقط قصد تسقط التفاح في بقك ولا العنب لا أنا راحة هي راحة النصرة بس إبليس ما بيبطلش لآخر النقطة أنت الدين فقا فهو بقى لما الدين بحق يبتدي يشوفك ماشي في الطريق يمشي من الشرع التاني دي بقى دي بقى مرحلة في راحة بقيت راحة لشعب الله وأما الآن فلتكن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس مع جميعكم آمين